في هذا الفيديو لدينا مقارنة بين ريدمين 1.11 ومفينيكس 1.12 النسخة جي السلسة هذه التليفونات متقاربين في 8 ديالوم خصوصا من شركة ريدميزات في 8 في ريدمين 1.11 سوف نتحدث عن المميزات ديالوم وماذا يتفوق نبدأ على بركة الله السلام عليكم الاخوان كنا نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير مرحبا بكم في قناة ايات تيك انفو ومرحبا بكم في فيديو جديد ومقارنة جديدة اليوم ان شاء الله لدينا جوجة الهواتف من جوجة شركة مختلفين الهاتف لي معنى اللون شركة شاومي اللي هو ريدمين 1.11 وبالنسبة للهاتف الثاني من شركة انفينيكس اللي هو انفينيكس 1.12 النسخة جي السلسة هذا الهواتف جوجة الاخوان عنده من نفس التعمل لديك شعراش بغير نديره لهم مقارنة مبيناتهم نشوفوا كون التليفون اللي كيتميز على الاخر ونشوفوا كون اللي فيهم يسهل واحد فبلا ما نطول عليكم لأول مرة كيشوف القناة تقنوا ويفعل زر الجرس بجديما تصلوا بالجديد ان شاء الله ونبدأوا الامبوكسين ديال الهواتف نشوفوا محتوية العلبة ديالهم نبدأوا على بركة الله فقد نبدأ هنا يا الاخوان بريدمين 1.11 بسم الله هو الحاجة كالقاء هنا هذي الكاريقين هذي ليبرا بشك نشبدو كارت سيم اضف صار الإغشادات و اضف صار من بعد قلق التليفون هنا قابل الشحن تيبسي واخيرا اضف شارجر ديالتليفون 33 وط كيف ما كنتشوفوا هذي الكسيسوار ديالريدمين 1.11 ندوز الامفينيكس مطمش جيسو تسي اما بالنسبة الامفينيكس مطمش بسم الله اول حاجة كالقاءة الإخوان قلقوا التليفون هنا لديها القارونتي هنا لديها ليبرا بشك نشبدو كارت سيم ودليل السعمال كذلك قلقوا التليفون هنا لديها قابل الشحن تيبسي هنا لديها لديها كيس هذا اللي ما يجب في الشركة شيومي ودينا هنا الشارجور كذلك ديالتليفونيكس هذا هو مليز اكسيسوار ديالتليفونيكس بالنسبة الخوص الفيديو ديالريدمين 1.11 ركينا المراجعة دياله بوحدة اللي بغي يشوفها تطلع له الفق نوتيفكاسيون قبل غدي يلقاها في الان في التسكريبسيون ديالتليفونيكس تصميم التليفونيكس كما تلاحظوها الاخوان هذا هو تصميم التليفونيكس في هذا الفيديو هذا بالنسبة الريدمين 1.11 كما ترونه هنا يشكل الكاميرا الجافة المستطيل كما تسمعه فلاش ليد و بالنسبة الخمسة لدينا تصميم التليفون فهو بلاستيك لا مطر ولا ملحاوف الذي يجب ان الاخوان فضر لا يجب ان تخلق البصمات صراحة فيه لون زوان اعطي العين و كل شيء سيبقى هذا الديزاين اما بالنسبة للشكل الان في نيكس المطنج G790 كما تلاحظو في هذا البيض هنا هي الشكل الكاميرا الجافة المربع الكبير في جوجة الكاميرات مع فلاش ليد كما ترونها الخوز هنا تحت كيناق ان في نيكس بالنسبة للظهر التليفون والحواف كذلك مصنوع من الباصيك كذلك الاخوان انظهر التليفون هنا يجب ان تصميم التليفون لان هذه البصمات كما ترون تصميم تختلف ما بين التليفونات كما تلاحظو كل واحد سيعجبه و كل واحد سيعجبه و كل واحد سيعجبه بالنسبة لي الخاصة في التصميم التليفونات بجوجه بالنسبة للهواتف في ان في نيكس لا يجب أن يأتي معه و بالنسبة للريدمين فكيف لا تلاحظو لدينا الميكروفون لكي يصفح الصوص لدينا خاصية الار بلاستر و لدينا السماعة الخارجية لان الهاتف في استيري أمام الليسر لدينا كارت سيم لدينا كارت سيم و كارت ميموار في الهواتف بجوجه و إذا رأيت الهواتف من التحس فان في نيكس كان لدينا 3.5 ميليم ميكروفون المكالمات مدخل الشاحن سي و السماعة الخارجية كذلك حتى ان في نيكس و واحدين يلتحسوا واحدين مع سماعة المكالمات و بالنسبة للريدمين و مدخل الشاحن سي و السماعة الخارجية كيف قلنا الإخوان الهواتف بجوجه و إذا رأيت الهواتف من الهاتف لدينا أضرار تحكم في الصوص و زر تشغيل في الهواتف بجوجه بجوجه مدمجة مع بصمه سوف نستطيع أداءهم لكي نعرفه استجابة بالنسبة للريدمين 11 كيف ترى هذه الخصوص أداء أداء البصمة ضغية تستاجب و لا تتغلط أما بالنسبة للنفي نيكس 12 كيف تلاحظه كذلك حصل البصمة سريعة ضغية تستاجب و لا تتغلط سوف نرى الشكل الهواتف من القدام بالنسبة للريدمين 11 كيف ترى هنا هي الشكل الكاميرا السيلفي مدمجة مع ليكرو بالنسبة للحواف الأرقاقين الحفة التي تحتها أما بالنسبة للنفي نيكس 12 جيس 90 هنا هي الشكل الكاميرا السيلفي و لا تتغلط كيف ترى الحفة التي تحتها قليلا بالنسبة للشكل التليفوناس يبقى أضواق كل واحد ما سيعجبه الحجم التليفوناس الريدمين 11 كيف ترى لا تتغلط ولكن هذا ليس فرق الذي سيخلط الهواتف يميل تليفوناس سوف ندرز المعقول و نرى الإكرون التليفوناس و المواصفة نريد من 11 بشاشة من حجم السفة إلى 43 بوس الحجم المتوسط من نوع امولاد فول اتش دي بلوس 1080x2400 بيكسل و يصل عدد بيكسل 490 بيكسل كل إنش أما عرض الشاشة هو 20 سعود لا ننسى كذلك الإخوان فالإضاءة طالعة تصل حتى 1000 نيتس يعني تخدم بها برا في الشمس ماضي تلقى معها مشكلة في زوايا الرؤية و كذلك تحديد الشاشة 90 هرتس كيف ترى كيف ترى الإخوان هذا واحد بسيت اس دي التليفونات اما بالنسبة ل المواصفة جيس سوى تسعين كتجينها بحجم الشاشة ديها السفة سيلا سبعة بوس نوعا ما كبيرة شوية على الريثمين النوع ديالة امولاد بضيقة كذلك 1080x2400 بيكسل و يصل عدد بيكسل تلتمية وتسعين بيكسل هنا كينواحد اختلاف بسيطة الإخوان في البيكسل اما الإضاءة ديالة فكذلك هي طالعة كتوصل حتى الالف نيتس كذلك تخدم بها برا في الشمس ما تشلق معها مشكل في ذاوية الرؤية وبالنسبة لعرض الشاشة فهو عشرين سعود انما هنا يا الاخوان تحديد ديالة الشاشة يجينا غير بالسينات هنا يا ريدمين نوط حضاش تفوق من ناحية معدل تحديد الشاشة بالحق ما شي بزاف يعني التليفونات متقاربين من هذه الناحية في الشاشة ديالهم يجيونها بجوج بالامولاد فول اتش دي بلوس يعني الاخوان ما كنش في فرق مع عدد تحديد ديالة الشاشة فبالنسبة لتجربة ديالة الشاشة تأخذوا افضل ادع مع الهواتيب الجوج لا بالنسبة للناس ديال ولا بالنسبة حتى الناس للاستخدام ديالهم ودابا الاخوان غادي ندوز نشوفوا البروسيسور اللي كنين في الهواتف ونشوفوش كل كثبه بالنسبة لريدمين نوط حضاش يجينا ببروسيسور سناب دراجون 980 معمارية تصنيع ديالة سانانو متر وهنا السانانو متر لا تتقنسوم الباتري بزاف و تتحفظ على الشارع بمعالج رسوميس ادرينو 910 اما بالنسبة لانفينيكس مطنع جيس ساو تسعين فكيجينا من ميدياتاك هيلو الجيس ساو تسعين معمارية تصنيع ديالة 12 نانو متر ستكون تتقنسوم شوية الباتري ولكن الحجب بطارية كبير بمعالج رسوميس ماليج جيس ساو تسعين بالنسبة لبروستسور هنا يبجوج إن كلكم تعالوا اليوم في القيميك تقصروا مرتاحين لا يوجد للاق ولا يوجد سخونية حتى إذا كانت ستكون سخونية لغفية فلا تدرانجك اما بالنسبة لكي تتفوق فالهيلو الجيس ساو تسعين تتفوق تقريباً 1.4% او 3% على صنة دراجون 980 بالنسبة لسيستم التليفونات هنا فريد من الوضع 11 كيجيناب الميو اي 13 اما بالنسبة لنفينيكس جيس ساو تسعين جيس ساو تسعين بلندروي 12 بواجهة الفينيكس XOS 10.3 من ناحية الرام وستوكاج فريد من الوضع 11 كيف لا تشاهدون جيجاب في الرام و128 جيجاب في استوكاج وفي الاكستنسيون الرام يمكنك تزيد حتى الهاتف بـ 8 جيجاب في الرام اما بالنسبة لنفينيكس كيف لا تشاهدون معنا هنا جيجاب في الرام 256 جيجاب في استوكاج وهنا يا الاخوان يمكنك تزيد حتى الـ 5 جيجاب ليس غير ثلاثة يمكنك تزيد حتى الـ 5 جيجاب ويقول الهاتف 13 جيجاب في الرام الذي يريد أن تأكد الاخوان أراد له مراجعة له بواجه يدخل الفيديو ويشوف كيف نزيد حتى الـ 5 جيجاب في الرام هنا يا الاخوان كانت تفوق بالنسبة لنفينيكس المقمش على الريدمين 11 لان مساحة تخزين استوكاج هنا 255 جيجاب في ان فيينيكس وهنا غير 128 جيجاب وهذه أول نقطة كذلك بالنسبة لنفينيكس الرام الأصلية في ان فيينيكس تأتي بـ 8 جيجاب عكس الـ 211 جيجاب وعزة الإكستانسيون يعني أن يكوني ان فيينيكس 12 جيجاب 13 جيجاب وبالنسبة لنفينيكس يكوني بـ 8 جيجاب هنا الاخوان يتفوق وهنا هذه الإكستانسيون ستعاون التليفون بشكل أداء أكثر ولا يكون التليفون مزيار ويخدم مرتاح أما من ناحية الباتري ولا شرج فالهواتيب بجوج يأتي بحجم الطريدي 5000 ميلي أمبار الحجم سيأتي معك حتى الـ 21 جيجاب على حسب استخدام إذا كان مكتفي معك نهار كامل قبل أن تحصل الشرج وإذا كانت استخدام عادي سيأتي معك حتى اليومي أما بالنسبة لفرش ستصل 33 واطف الهواتيب بجوج يعني من هذه النقطة فالهواتيب بجوج متعادلين أما دابال إخوان فهذه ندوزون النقطة الأهم فهذه المقارنة هذه اللي هي الكاميرات بالنسبة للريدمين 11 كيف تلاحظون قلنا يجب أربع هذه الكاميرات الكاميرات الأولى والأساسية جتنا بديقات 50 ميجابيكسل في تحت عدسة 1.8 وبالنسبة للكاميرا الثانية فجتنا بديقات 8 ميجابيكسل في تحت عدسة 1.8 والكاميرا الثالثة والرابعة جتنا بديقات 1 ميجابيكسل كانت سابعة أما بالنسبة للنسبة للانفيينيكس ن Protección يجب أرد إلى شارك ثم فجتنا في تحت عدسة في تحت عدسة 1.8 وبالكاميرا الثانية سابعة تم ميجابيكسل في تحت عدسة 1.4 الكاميرا الثالثة كيف تلاحظن يصويرنا Sa 대 applica مع التفاصيل وności ردمنوا تحتمى والذين لنسبة للتمرج ولكن سنجعلكم بعض الصور متقطين بهذه التليفونات لكي نحكم على القالة لهم اما بالنسبة لكاميرا السيلفي في ريدمينو 11 جتنا بضيقات 13 ميجابيكسل وبالنسبة لان فينيكس المقمش جتنا بضيقات 16 ميجابيكسل هناك انتفوق بالنسبة لان فينيكس ولكن كيف قلت لكم نجعلكم مع بعض الصور لكي نحكم على القالة لاتليفونات وشكل فيهم اللي ستفوق موسيقى فهنا يا الاخوان من البعد ما شفنا مواصفة تليفونات لم نحيت الشاشة ولم نحيت البروسيسور كذلك حتى من نحية الكاميرات سوف ندزل ثمان ديانو باش نعرفهم مواش هاد المواصفة هادوك السهل والثمان ديانو ونعرفو كذلك شكل السهل الوحدي شرع بالنسبة للريدمين نوت 11 النسخة ديانا ستجيغا في الرام ومية وثمانية وعشرين جيغا في ستوكاج كانت دير ما بين الفين وثمانية وخمسين درهم حتى الالفين وربعمية درهم لان هاد النسخة الاخوان ديان الريدمين نوت 11 زات في الثامن هاد اليام هاده كانت تدير قل من قبل ولكن حيث زات في الثامن تكشية لعجبناها باش نديروا لها مقارنة مع هاد الآن الفينيكس منوت ماش لدي لبها بتعمال كذلك اما بالنسبة للم في يكس منوت ماش مونسخة ديانا تسمية جيغا في الرام ومئة وثمان موساضي جيغا في فتوكاج كذلك ما بين الفين وثمانprechون درهم حتى الabilities west 400 كيف ملاحظو العثو عن الخوت ثمان ديالهم تقارب بحال على الحال ما bullshit منهم موجود دي التليفوناس. شكو اللي غادي يكون فيهم الاختيار المناسب. وشكو اللي كتفضلها الخوز خليوا لي ايجاوب ديالكم في كومنتر باش نعرف تنتم الرأي ديالكم. اما بالنسبة الرأي ديالي الشخصي. فان في نكس نوت ماشي كتفوق على الريدمين نوت حداش. بزاف ديال مواصفات. اول حاجة الاخوان في البروسيسور. كذلك حتى من ناحية الرام والستوكاج اللي كتوصل الرام دياله حتى تلتاشل جيجا. ومنسوشها الاخوان احتفل الكاميرا ديال السيلفي كتفوق على الريدمين نوت حداش. كذلك حتى الفيديو دياله كيتصور بالتوكي. اما الريدمين نوت حداش فكتفوق على ان فينيكس من ناحية الكاميرا ديال الخلف. كذلك الاخوان بالنسبة للشاشة تحديد ديال الشاشة كيوصل تسعين هرتز عكس ان فينيكس كيوصل احيال ستين هرتز. كيف ما لحتوا الاخوان درنا واحد خلاصة شاملة على التليفوناس بجوج. ذكرنا كل واحد المميزة دياله او العيوب وشكلي كيتفوق. فكنتمنى تكونوا معنا في هذه المقارنة. نطلقوا فيديو جديد ان شاء الله وشي مراجعة جديدة اولى شي مقارنة جديدة. ماذا بخلوش علينا بلايك والبرتاج بجدي ما توصلوا بالجديد. تبارك الله عليكم والخوز السلام عليكم.